حينما يترافع صناع المستقبل ويشرعون حياتهم بالقانون يكون للتطور رؤية تنفيذية على أرض الواقع تصنع معهم منذ النشأة طلاب وطالبات يتهيأون في بيت الأمة ليمثل الأمة في جلسة برلمان الطالب في نسختها السنوية الخامسة والتي ستناقش وتشرع وتراقب بحضور حكومي ممثلا بوزارة التربية وإدارة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بروفة تجريبية في قاءة عبدالله السالم قبل اليوم المرتقب الذي سيخصص به جدول أعمال يعنى بحياة الطالب ومستقبله التعليمي ليكون ممارسة حقيقية للعمل البرلماني المتأصل وتأهيلا لحفظ أمانة الديمقراطية المتوارثة منذ عقود لتلفزيون المجلس أحمد الشمري